بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد. طلاب الغاليين اهلا وسهلا بيكم. الفيديو ده ان شاء الله رب العالمين خاص بدفعة الفين اتنين وعشرين. الدفعة الجديدة. اكيد في طلبة من دفعة الفين واحد وعشرين اخدهم الحالين كده وفتح الفيديو عشان يشوف ها اقولي. بس اعايز اقول لكم ان انتم كنتوا دفعة محترمة جدا. جاهدته واتعبته واتبهدلته. وان شاء الله رب العالمين ربنا هيعوضكم خير. اه انا كنت سعيد معاكم جدا. وسمحوني على ايه التقصير حصل مني في السنة اللي فاتت دي. واتمنى دعواتكم وربنا هيصل لكم الامر يا رب. اه الدفعة الجديدة بقى الفين اتنين وعشرين. ان شاء الله رب العالمين شرح المنهج كامل هينزل على قناة اليوتيوب. الشرح هينزل كاملا على قناة اليوتيوب. بلا استثناء زي ما عملنا السنة اللي فاتت. اه في حاجات كده على القناة انت ممكن تستلى فيها كده وانت قاعد الفترة دي. زي مسلا في فيديو السلسلة اسمها فيديو السلسلة لازم تبص عليها بصة كده. الحاجات دي هتفيدك وتساعدك. السلسلة اللي هنبدأها مع بعض النهاردة دي هي على غرار سلسلة هنعمل فيها شوية جمل كده في كل فيديو هيحكم فيه من خمس لعشر جمل. الجمل دي كلها هتكون بطريقة يعني يعني اسئلة مش لازم تكون موجودة في المنهج. اسئلة كلها معتملة على الفكر والترجمة ومعلوماتك السابقة عن اللغة. كل جملة هنحلها ونحللها ونطلع الافكار اللي فيها. اتمنى انك انت كده تسمع الفيديو بتركيز ويكون معك كشكول محترم تسجل فيه الكلام ده. من توفيق ربنا سبحانه تعالى ويمكن لو سألتوا دفعات اللي فاتت هتقولوك كده. من توفيق ربنا ان دول سلسلة تريكات دي كان فيها افكار كتير جدا في الامتحان. طبعا ده توفيق ربنا سبحانه تعالى ما كانش ترجيم او اي حاجة. الافكار اللي في الامتحان اعتقد ان انا تعرضنا لتسعين في المية منها لو انت بصيت على القناة هتلاقي الكلام ده بفعلا موجود واقعي وانت هتحس بالموضوع ده وانت شغال ان شاء الله. الفيديو ده هنحل مع بعض فيه حوالي عشر جمل بعشر افكار مختلفة سجلهم ويعرف في كل فيديو عشر افكار هتبقى انت كده. عايزين نبدأ كده قبل ما نحل نتفق على مبدأ ان اللغة يا شباب دي محتاجة منك الترجمة. ولو انت ترجمت اي جملة هتحلها ان شاء الله بسهولة. ما ترجمتش هتلاقي الدنيا واقفة معاك والموضوع مش لطيف. اول جملة. بقول دي اللي هي الخصب. اللي هي المحصول او الحصاد. النباتات ايه? فيه التربة الخصبة وتعطي محصولا جيدا. اكيد النباتات تنمو. كلمة ينمو دي يعني لكن دي التصريف التالت ما هيش معانا خالص. طيب يا تر اختار مين في اتنين دول انت عارف ان النباتات ده اسم جمع والاسم الجمع بناخد معاه فعل من غير اس فعل مفرد يعني ولا جمع? لا الاسم الجمع الفعل الجمع بناخد له فعل من غير اس. يبقى الموضوع هنا مش باين ان فيه صعوبة خالص الا هيباين الصعوبة الجنلة التانية بي. النباتات ايه فيه تربة خصبة تعطي محصولا جيدا. الطبيعي انك انت عايز تقول للعرب كده النباتات التي تنمو. انت عارف ان كلمة اللاتي ديت عشان عايدة عن النبات اللي هو غير عاقل فويتش. وينمو يبقى جرون. خب لك في دي كويس جدا يعني التي تزرع. التي تنمو يعني. يبقى انت كده هتحزف له وتحزف مع وتسيب لي بس يبقى بالتالي اصبحت الجملة جرون. طيب هتقول لنا مش فاهم الفرق بين الجلوتين. هقول لك ركز معي. اول جملة دي احنا كنا بنقول يعني النباتات تنمو واخد بالك تعطي. لكن هنا انت بتقول لي النباتات التي تنمو فيه التربة الخصبة ما لها يا عم تعطي. مفيش هنا انت. الجملة رقم تلاتة. زيس ميرسن اس جود يو. تو ولا فور ولا وز. عايزك تفهم ان جود تو دي بتسوي كلمة كايند. وده كلام مهم لازم تعرفه. جود فور معناها صالح لي او جيد لي. صالح او جيد لي. طب يعني بتسوي كلمة يعني ماهر. اقول لك يعني شطر في استخدام البندقية يعني ماهر في استخدام البندقية. يعني كن عطوفا مع ابيك. لكن يعني جيد بالنسبة لي. والجملة المفروض نحن نقول هذا الدواء يكون يعني جيد لك صالح لك مفيد لك. الجملة الرابعة هتاكد لك في هنا نقط لابد ان تكون جيدا مع اختك. يعني عطوفا على اختك. يبقى جود تو. وعايزك تعرف ان انت برضو بتقول جود تو يعني جيد معها وعطوف معها. ممكن تقول بجلا منها كايند تو. مشاعرنا مع الناس بناخد معها تو. انتبه للموضوع ده كويس. طيب اه مستر هو حرف الجر اللي بيجي مع جود تو وز وفور. لا ما هو فيه كمان جود ات. يعني جود ات يعني جيد فيه. ام جود ات انجليش مسلا. انا شاطر في اللغة الانجليزية. وهناخد على موضوع الحرف الجر دي حاجات كتير عشان هي بتلخبط. ده صاحب تامر. او ده ايه يا ترى. اقول افريند اوف مي ولا افريند اوف اي ولا افريند اوف ماين. عايزك تفهم بس الفرق بين التلات دول يعني ايه الفرق بين اي ومي وماين. اي ده اسمه ضمير فاعل ضمير فاعل. طيب مي ده اسمه آآ صفة ده ده ضمير مفعول ضمير مفعول طيب ده اسمه ضمير ملكية يعني ايه ضمير ملكية هقول لك انا لو انت عايز تقول سيارتي فتقول لي ممكن تقول سيارتي او يعني سيارتي برضو وانت بتحل الجملة لزايا دي عايزك تكون مركز في حتة معينة انت لما تقول لي ده تامر صديقي صديق من اصدقائي فانت بتكلم على ملكية الملكية اما ماي ياما ماين ولكن الفرق بالاتنين ان ماي دي اسمها صفة ملكية يعني لازم يكون بعدها اسم فقول لك لكن هنا انت لما تيجي تذكرها من غير ما تذكر الاسم بتقول غير كده كمان ان دايما بعد حروف الجر بناخد اللي هي اسموهم ضمير ملكي طيب يبقى الفرق بين ضمير الملكية وصفة الملكية ان صفة الملكية اللي زي ماي ويور والناس دول لازم بعدهم اسم لكن دول اسموهم ضمير ملكية ملكية مش عايزين بعدهم اسم واتفقنا ان بعد حرف الجر دايما بناخد ماين ويورز والناس دي فهنا تبقى الاجابة يعني صديقهم من اصدقائي طيب اه خد بالك انك بعد ما تخلص وتسمع الفيديو هتلاقي تحت في الوصف في جمل على القعدة حاول بتحلها جمل على ما شرحته في الفيديو عايزك تفهم كده وتعرف ان بعد كلمة دايما ما نستخدمش غير فقط لا غير لاتنين دول طيب ما ينفعش نقول من غير لما ينفعش طيب لتل من غير لما ينفعش طيب اذا كان الاسم معدود بنستخدم وازا كان اسم لا يعد بنستخدم حلوة كلام ترجع للجملة ويه انا قدام يقول لي فانا لازم يعرف اعمل حساب ان انا عايز ا ففيو غلط ولتل غلط طيب اقول افيو ولا لتل والله دي اسم غير معدود اسم لا يعدي انا هقول اللي هي دي طيب اللي بعد كده طبعا اتعرف الفرق بين برضو سريعا كده بين افيو وبين فيو فيو معناها عدد قليل لا يكفي لكن افيو معناها عدد قليل لكنه يكفي طيب يور كمبيوتر السوباريور ماين الكمبيوتر بتاعك ايه قبل ما احل الجملة عايزك تعرف ان مش كل الصفات المقارنة بنجيب بعدها زان يعني ايه مش كل الصفات المقارنة انت عندك كلمة طول يعني طويل طب اطول من بنقول طولر زان حلو طب قصير يعني اقصر من بنقول شورتر زان حلو كده فمش كل الصفات تاخد زان عندك صفات هكتبها لك اول واحدة كيف اسمها دي معناها افضل من الكلمة التانية اسمها دي معناها داخلي وكلمة دي معناها ادنى من او اقل من كلمة دي معناها اعلى رتبة من وكلمة دي معنا اصغر سن احدى الثنى من الناس دي كلها كده بنجيب بعدها تو ما نجيبش بعدها زان في المقارنة فالجملة بتاعتنا بقول لك الكمبيوتر بتاعك بيكون افضل من الكمبيوتر بتاعي انا افضل من كمبيوتر ملكي وبالتالي انت ما ينفعش تفكر في زان بالرغم ان دي مقارنة والمقارنة ما لهاش علاقة بزان فالاجابة الوحيدة الصحة هنا هي كلمة تو وسبيرير تو معناها افضل من او عتقول زان حسألك سؤال بقى بما انك انت خدت الموضوع ده مرة قبل كده معايا هو انا دي انا قلت مين ما قلتش مين عشان انا عارف ان انا عندي في الملكية حاجة من اتنين لو بتكلم على ملكي انا يعني اما ان اقول او ان اقول مين دي لا يأتي بعدها اسم لا يأتي بعدها اسم تب لو عايز اقول ماي فكنا هنقول ماي كمبيوتر الكمبيوتر بتاعك حلو كنا هنا هنقول يورز هي الجملة اللي بعد كده اسجل الكلام ده في كشولك سجل ان الناس دي كلها في المقارنة بعدها تو مش زيان الجملة دي جملة الترجمة عايزين نعرف من الترجمة الصحف دول بس تعالي القناة الاول امي تطبخ اللحم يوميا والامي تطبخ اللحم مقدما لليوم التالي ولا امي تطبخ اللحم كل يومين مرة عايزك تفهم حاجة الاول لو انت قلت لي every other year دا معناها سنة او سنة لا. يعني مسلا الفين واثنين حصل حاجة. محصلتش في الفينmin وتلاتة محصلتش. حصلت الفين واربعة. محصلتش في الفين وخمسة. محصلتش هنا. بس حصلت الفين وستة. يبقى حاجة دي حصلت الفين واثنين. الفين واربعة. الفين وستة. دي بنسميها every other طرير. طيب واحد بيزورنا مسلا يوم ويوم لا. يعني فهنا بقى نقول يعني يزورنا مسلا يوم السبت ما يزورناش الحد. يزورنا ما يزورناش للتلاتة. يعني انت زورتني السبت. مفيش الحد للتنين. مفيش التلاتة لاربع. مفيش الخميس. يبقى يوم ويوم لا. في القصة دي بنسمها واخد على زلك بقى اي حاجة. طيب. يعني مسلا لو انت قدامك صفة من الناس عايز تدي واحد حاجة واحد لا. واحد او واحد لا فتقول طيب يبقى لما الجملة تقول لك بقى يعني ام تطبخ لحمة كل يوم ويوم لا. يعني السبت ا الحد لا. يعني كل يومين كم مرة مرة واحدة. يبقى انت بقى ام يتطبخ اللحم كل يومين مرة. دي الاجابة. الحاجات بتاع الترجمة دي بتيجي في الاختياري فاركز فيها عشان ممكن تيجي في قطع برضو مصطلح زيادة. طيب بقول لك بقى الجملة دي اللي هي النجوم النجوم بتبدو اه لانهم بعيدين فهم بيبدو ايه? الكلمتين دو الشكلة بعض. الفرق بالاتنين اللي بلقيه واللي بلقيه فقط. الحرفين مختلفين. دي معناها ثابت ما بتحركش. لكن دي معناها له علاقة بالادوات المكتبية. ادوات مكتبية. كتاب والكشكول والقراسة والحاجات دي. انت بتقول النجوم بتبدو ايه? لان هم بعيدين بيبدو ثابتين ما بتغيروش ما بتحركوش يبقى اللي بلقيه. الجملة اللي بعدها هتأكد لك الفكرة. الشاحنة يعني الشاحنة آآ زحفت يعني وصدمت وصدمت سيارة ايه? سيارة ثابتة. سيارة واقفة. يبقى انت هتقول اللي بلقيه. طب ما انا عايز مثال على اللي بلقيه ديت تعال انشيف مثال اهو. بقولك ان عندي عندي اشتريت قلم من المحل بتاع ايه ترى? محل الادوات المكتبية. يبقى اللي بلقيه. دي كده معناها محل الادوات المكتبية. كده احداشر جملة. الجملة دي خلصت. والفيديو ده خلص. ان شاء الله رب العالمين. استنينوا بقى كده. هنزلك وكده هنمشي هنعمل هنحلك آآ هنشرح ايه بالزبط اللي هنزله. ده خاص بدفعة الفين اتنين وعشرين. دفعة الفين وعشرين. اتمنى ربنا سبحانه وتعالى يسعدكم كده وتكتبولي في التعليقات عملتوا ايه وتطمينينا عليكم. عشان انا اتعلقت بيكم وحبتكم وربنا يحفظكم يا رب. الفين وعشرين هنعمل ايه? هنكون ابطال وهنكون مقاتلين. علشان اخر السنة ربنا يحفظنا كده ونعرف نحل الامتحان. لو انت سألت زمايلك او انت شفت امتحان الفين واحد وعشرين السنة دي هتلاقي الامتحان في افكار كتير من برا المنهج. افكار الاول ابدأ المرسول صح بس يزاكر بحكمة. وحاول تحل كتير على الاسئلة. الجمل اللي انا نزلتها دي هتلاقينا كتب لك تحت في الوصف جمل كده حلها عليها. اه لو انت عايز تكتب الاجابات في التعليقات فانا اقول لك صح والغلط. وهنزل برضو اجابات مقترحة الاسئلة. وبقى انت كده عادية السلام زي الفل. يبقى انا متفقين كده ان احنا هننزل السلسلة دي اول سلسلة بدأناها. وسلسلة دي هنسميها مع بعض يعني اسئلة الكتاب الحاجة التانية هنبدأ برضو ننزل شروحات المنهج وهنبدأ نحدد كتاب نحله مع بعض على قناة اليوتيوب بخلاف الكتابين او تلاتة اللي هنحلهم في المحتوى الخاص. من خلوص المحتوى الخاص انا نزلت رقم تليفوني ولكن اللي حابب يشترك معنا في المحتوى الخاص يبقى لرسالة. هنحل بايه في المحتوى الخاص هنعمل ايه? هنحل من كتاب المعاصر كونه كتاب اقرب للمواصفات حديثا يعني وهنختار معاك كتاب او اتنين وفقا لقدراتكو انتو وما مدى وقتكو المتاح يعني. التنظيم هيبقى ان اما ان احنا ننزل على المحتوى الخاص كل يوم ويوم داي بقى بتاعتنا دي نستخدمها. ان احنا ننزل مسلا فيديو يوم السبت وفيديو من الحد والحد لا الاتنين التلات لا الاربع والخميس لا وهكذا وكده كده يوم الجمعة انتحان. او ان احنا ننزل يومين اتنين في الاسبوع بس في اليوم هنخلص وحدة كاملة من كتاب معين علشان هناخد كتابين فاحنا محتاجين حسطين كل حصة في كتاب كل حصة فيها وحدة وبكده يبقى خلصنا في الاسبوع وحدة كاملة من كل كتاب. يوم الجمعة يكون في امتحان بافكار اللي احنا هنطلعها من الاسئلة. واسئلة برضو من برا كده عشان يبقى الدنيا مشى كويس. ما تنسوش تشتركوا في القناة. الدفعة اللي فاتت فيها ناس عاملوا حركة مش لطيفة كده كانوا مشتركين معايا طول السنة. واول من انت حانات خلصت آآ لاغوا الاشتراك. فطبعا ده براحتك يعني بس كتحاجة ما ليس لازمة. انت اشتراك في القناة مش هيدورك يعني. اتمنى لكم التوفيق. انشور القناة على قد ما تقدروا. واستعدوا. وجهزوا سيوفكم عشان الحرب ضروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.